اشتركوا في القناة ملك محمد النسادس لجهوده دائما في دعم القضية الفلسطينية وأكد خلال لقائه بمنصق برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس أهمية وجود الوكالة في مدينة القدس وتقديم الدعم الكامل لعملها وتطرق رئيس الوزراء الفلسطيني خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير شؤون القدس للظرفية الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية وطالب بتكثيف الجهود العربية والدولية لدعم شعب الفلسطيني ومن جهته طلع رئيس الوزراء الفلسطيني على مسيرة الوكالة في القدس تحت الاشراف الشخصي والمباشر لصاحب الجلال الملك محمد النسادس رئيس لجنة القدس على مدى ربع قرن قدمت خلاله دعما نوعيا للقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والثقافة والمساعدة الاجتماعية إلى جانب إلائها عناية خاصة للبرامج والمشاريع التي تستهدف فئة الشباب والمرأة والطفولة هذا وتتواصل للأسبوعية ثاني فعاليات المدارس الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2024 عبر 17 مؤسسة برعاية نادي أطفال من أجل القدس التابع للوكالة لنتابع للأسبوع الثاني على توالي تتواصل فعاليات المدارس الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2024 عبر 17 مؤسسة برعاية نادي أطفال من أجل القدس التابع للوكالة أسبوع يعرف تكثيف أنشطة الدعم النفسي والأنشطة التربوية والطرفيهية لفائدة أزيد من أربعة آلاف طفل وطفلة يتوزعون على كفة أحياء المدينة المقدسة هذه الفعاليات يسهر على تنظيمها مؤطرون محترفون يشرفون على أزيد من 150 ورشة في الفن والدراما والعروض المسرحية وألعاب التوازن وذكاء أول مرة بيصير عندنا هيك مخيم خاصة الفعاليات اللي عملونا إياها المعلمات اللي عندنا وبنشكر الملك محمد السادس وبيكة المال على هذا المخيم الحلو سوينا نشطات كثير وكثير تمتعنا وتسلينا في المخيم وكان من أحلى المخيمات اللي منسويها أنشطة المدارس الصيفية تشمل كذلك بعض المخيمات والقرى تابعة للمحافظة أنشطة متنوعة بين تربية على قيم بناء شخصية الطفل والتزام الصدق والمثابرة والاجتهاد للمساهمة في بناء المجتمع وغيرها إلى جدير مشاهدين حيث يستفيد ثلاثمائة وسبعون طفل وطفل ينحدرون من الدواوير والجماعات المتضررة من زلزال الحوز بإقليم تارودانت من مخيم صيفي تربوي تحتضنه المدينة تقرر لها ناء حاجي ثلاثمائة وسبعون طفلا وطفل عين حاضرون من الدواوير والجماعات المتضررة من زلزال الحوز بإقليم تارودانت استفادوا من مخيم صيفي تربوي تحتضنه مدينة أقادير مبادرة تروم تقديم الدعم النفسي والتربوي لهؤلاء الأطفال في إطار البرنامج الوطني للتخيم لسنة 2024 المديرية الجهوية لقطاع الشباب جهة سوسميسا وبشاركة مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخيم ومجموعة من الشركاء المحليين على مستوى إقليم تارودانت تنضموا هذه المخيمات لفائدة أطفال المناطق المتضررة من زلزال شو سنبير 2023 بفضاء دار الطالب النهضة ودار طالب أورير الأطفال المشاركون في المخيم استمتعوا ببرنامج تربوي يتضمن ورشات فنية وثقافية واستفادوا من جلسات للاستماع قصد تمكينهم من تجوز المخلفات النفسية والعودة إلى الحياة الطبيعية أتينا إلى هذا المخيم الذي استفدنا من الورشات ووضعنا رحلة إلى البحر وقمنا برحلة أيضا إلى حديقة بن زيدون المخيم يأتي في إطار المبادرات الداعمة للمتضررين من مخلفات زلزال الحوز وتماشيا مع توجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعطاء أهمية للأطفال ومواكبتهم اجتماعيا ونفسيا وتربويا وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة المكتب الشريف للفصفات وشركاء من القطاع الخاص اليوم الثلاثة بمدينة المديق اتفاقية الشركة لأحداث صندوق خاص لتمويل وتطوير التكوين والرفع من مستوى المواهب الصاعدة ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعية إلى إرساء حكامة جيدة وتبني مبدأ الشفافية وإطلاق الاستثمارات في البنيات التحتية والعنصر البشري تروم دعم المجهود المبدول على المستوى الوطني من أجل تطوير كرة القدم والتمييز في هذا المجال الرياضي الهم وترتكز هذه المبادرة التي تقوم أيضا على التزام مشترك لتطوير كرة القدم المغربية على العمل سويا بين الشركاء من أجل تطوير وتحديث مراكز التكوين المتواجدة بالمملكة المغربية وتعزيزها بتجهيزات عصرية يتم تدبيرها بطريقة احترافية وخبرة تقنية دقيقة للأخبار دولي مشاهدين وفي جديد تطورات الملف الروسي الأوكراني قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك نحو 121 الف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب توغل قوات كييف فيها وأضاف أن القوات الأوكرانية التي بدأت في سادس من غشة الجاري توغلها في المنطقة الحدودية المذكورة سيطرت على 28 بلدة فيها كما أضاف المسؤول الروسي أن 12 مدنيا قتلوا ووصيب 121 آخرين وجراء التوغل الأوكراني في المنطقة ومن جهته قال قائد الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من ألف كيلومتر مربع في منطقة كورسك الحدودية حيث ما زالت في حالة هجوم بعد أسبوع تقريبا من توغلها فيها وفي سياق متصيلة كدى خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن إصلاحه ومواصلة تشغيله بعد الحريق الذي تعرض له بقى التفاصيل في تقرير لردوان مستقيم برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قابل للإصلاح وإعادة التشغيل هذا ما أكده خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الانتهاء من عملية إخماد حريق النجم عن ضربة مزعومة للقوات الأوكرانية استهدفت هذه المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية ذكرت أن برج التبريد تعرض لهجوم من قبل القوات الأوكرانية ما أدى إلى اشتعال النيران في البرج الجانب الأوكراني أعلن أن روسيا هي المسؤول عن الحريق في محطة الطاقة النووية ويجب محاسبتها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بزيارة أبراج التبريد في المحطة لتقييم تأثير الحريق وأكدوا عدم رصد أي مواد مشعة في محيط أبراج التبريد الخبراء أجروا عمليات رصد إشعاعية في منطقة أبراج التبريد والمفاعلات وأكدوا عدم وجود أي مؤشرات على ارتفاع مستويات الإشعاع مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن أسباب الحريق حتى الآن افتتح أمس في روسيا المنتدى العسكر التقني الدولي الجيش الفان واربعة وعشرين المنتدى وعلى غرار النسخ السابقة سيكون منصة لعرض النماذج الحديثة من المعدات والأسلحة والنقاش حول القضايا العسكرية تقرأ له هشام فرحا في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات بمدينة كوبينيكا ضواحي العاصمة الروسية موسكو انطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي الجيش الفين واربعة وعشرون الذي يقام تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية المنتدى في نسخته العاشرة تحضره أكثر من ألف شركة ومؤسسة محلية وأجنبية وهي تعرض ما يزيد عن عشرين ألف قطعة ونموذج من المعدات والمنتجات العسكرية على مساحة تبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف متر مربع ويشارك في المنتدى مسؤولون عسكريون من أكثر من ثمانين دولة يمثلون مناطق مختلفة من العالم كأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ويناقش هؤلاء المسؤولون عددا من المواضيع كتلك المتعلقة بالأمن السيبراني وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بما يزيد من نجاعة العمل العسكري في جديد تطورات الأزمة السودانية أكدت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان أن أحد عشر ولاية في البلاد تعاني من الدمار نتيجة الفيضانات التي حالت دون وصول المساعدات المنقذة للحياة لألاف الأشخاص بعثة المنظمة الأممية حذرت من أن السودان يعاني من العديد من الكوارث المتدخلة حيث أن هناك أكثر من عشرة ملايين نازح داخلي في جميع الولايات يعانون من نقص الغذاء بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدت البلاد خلال الأسبوع الثلاثة الماضية فضلا عن القطاع الطرق وصعوبة وصول المساعدات إلى أكثر من أحد عشر ولاية من بين ثمانية عشر ولاية خاصة في الشمال والجنوب إلى المملكة المتحدة حيث تشهد بريطانيا شد أيام العام حرارة حيث سجلت 32 درجة مئوية ومع ارتفاع درجات الحرارة تصبح شواطئ الملاذ المفضل للبريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة المزيد مع شيماء بكا هكذا تبدو بريطانيا هذا الصيف أشد حرارة من أي عام مدى البلاد سجلت درجات حرارة مرتفعة وفي مثل هذا الجو تصبح الشواطئ الملاذ المفضل للبريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة هربا من حرارة الصيف وبحثا عن نسمة منعشة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في بعض المناطق مع ظروف حارة بشكل خاص في جنوب إنجلترا كما واجهت منطقة جنوب أوروبا أيام ارتفاع درجات الحرارة مع اندلاع حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا ومنطقة البلقان نوليا دايما شهدت حديقة سبعين بصنعاء قبل يومين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني للعسل اليمني ومنتجات النحل وهو موعد سنوي يعكس حرس اليمنيين من أجل حفاظ على موروث تربية النحل تقرير لي يشام فرحان عرف اليمن منذ قرون خلت بتربية النحل الذي ينتج أجود أنواع العسل واحتفاء بهذا الإرث الضارب في القدم شهدت العاصمة صنعاء تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان الوطني للعسل تحت شعار اليمن موطن العسل العسل اليمني لازال رقم صعب هناك الكثير من الأبحاث والدراسات السريرية أثبتت بأن العسل اليمني يعتبر من الأعسل الفاخرة جدا وبأنها من الناحية الدوائية تعتبر من الأعسل الهامة وعرف المهرجان مشاركة واسعة لجمعيات ومنتجي العسل والنحالين من مختلف مدن البلاد وهي مشاركة تعكس مدى أهمية العسل في الثقافة المحلية والدور الكبير الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني هنا جمعنا عينات من أنواع العسل لها أكثر من خمسين سنة وفي عينات ثلاثين سنة وفي عينات عسل لها أكثر من أربعين سنة طبعا العسل ليس له تاريخ امتهاء نهائيا لو يجلس حتى ألف عام ووفقا لوزارة الزراعة في البلاد فقد بلغ إنتاج اليمن من العسل خلال عام الفين وواحد وعشرين ما يقرب من الفين وثمانمائة وستة وثمانين طنا فيما أظهرت بيانات الوزارة احتلال مدينة حضر موت لقائمة المدن الأكثر إنتاجا للعسل متبوعة بمدينة الحديدة نعود مشاهدين للأخبار الوطنية حيث بلغت النسخة الخامسة لحملة بحرب البلاستيك 2024 المحطة الأخيرة بالوصول أمس لاثنين إلى مدينة الدخلة باقي التفاصيل في سياق التقرير النسخة الخامسة لحملة بحرب البلاستيك 2024 تبلغ محطتها الأخيرة بالوصول إلى مدينة الدخلة عشرات الأطفال من المخيم الصيفي الحضري المقام بدار الشباب أم التونسي خادوا تجربة القيام بسلسلة من الأنشطة الرامية إلى إذكاء الوعي لدى الناشئة بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتحسيس بمخاطر التلوث البلاستيكية هذا العام العدف كانت مسعود نطاق اشتغال مؤسسة وجل هذه العملية للثلاثين شاطئ من المملكة في سعود منطقة سحيلية كانت مناسبة اليوم لتعريف الأطفال بالتراث البحري المهم الذي تسخر به سواحل المنطقة وكذلك المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي عبر عدة ورشات تفاعلية أمين وصديقتها ترويان تفاصيل مشاركتهما في ورشات تهم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والتحصيس بمخاطر هذه المواد والتحذير من مخاطر نفايات الصيد البحري وغيرها هذا الشيء اللي شفنا قد يعلمنا بزاق الحوائج وغنستفدوا منهم في حياتنا تعلمنا كيفة نقدر يوصنا وتعلمنا شفنا التليسكوب قدرنا بزاق الورشات منها ورشات الميكروب بلاستيك اللي هي عبارة عن جزيئات بلاستيك كتكون في التربة وشفنا أيضا الورشة ديال الميكروسكوب شفنا عاوتيني تربة وبزاف ديال الحوائج الحملة أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للحصناء وتندرج ضمن الموسم الخامس والعشرين لبرنامج شواطئ نظيفة الرائد للمؤسسة وفي روبرتاج النشر يتميز شاطئ من ترقى بخصوصيات طبيعية تجمع بين البحر والجبال وطقس معتدل كما يتسم برمال بيضاء تضفي على المكان ناقة وجمالية لنتابع شواطئ إقليم سيدي إفني تشهد إقبالا كثيفا من جانب المصطافين للاستمتاع بمياه البحر ومواجهة ارتفاع الحرارة هذا التدفق للمصطافين على هذه الوجهة الساحلية يعود لجمال ونظفة شواطئها بالإضافة إلى مناخها الملائم للسياحة شاطئ إيمين تارغا بإقليم سيدي إفني هو شاطئ جذاب لعشاق الاستياف الباحثين عن زرقة المياه ونظافة الرمال سواء من ساكنة الإقليم أو زواره من أجل قضاء عطالهم الصيفية كل سنة قبل موسم الصيفي تعملوا اجتماعات تنصيقية على المستوى الإقليم سيدي إفني بطالة ترأسها السيد عام الإقليم وكذلك اجتماعات محلية برأسات سيد الباشاو وصيدة رئيسة الجامعية هذه اجتماعات الغرض منها القيام بمجموعة من الإجراءات استعدادا استقبال زوار الميرليفت الزوار التي يأتي من جميع مناطق المغرب وكذلك خارج أرض الوطن تدابير كتهم أساسا الحفاظ على النظافة وحفاظ على البيئة للشاطئ هذا ويرفرف اللواء الأزرق فوق شاطئ إيمين تارغا على الصاحل الأطلسي للمرة الرابعة عشر على التوالي تأكيدا على التزامه بالمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة فضلا عن شروط النظافة والوقاية وذلك نتيجة تدفر جهود كافة الشراكاء والفاعلين والمتدخلين في تدبير هذا الشاطئ بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيبة متابعة فأمان الله